حياكم الله معنا في فقر في الثاني إن شاء الله في فقراتنا اليوم رح نتكلم عن موضوعين موجودات عندكم في الجدول أو ماديتين تلقون إن شاء الله موجودة عندكم في الجدول وممكن تتساعلون وشي هادي ووشي هادي رح تكلم عن الـ TBL أو ما يسمى بـ Team Based Learning رح تفهمون بشي ما إن شاء الله مع أخوي وفيه اللي هو السمينار رح يبدأ أخوي إن شاء الله بشرحة TBL لكم تفضل أخي كم رأيك أخوي ألا أعلم بشكاعة أخي كم رأيك أخوي أخي كم رأيك أخوي دعنا نبدأ بالـ TBL عندكم TBL هي أصلا معناتها Team Based Learning هي تقدرون تقولون إنها تقريبا زي الـ BBL حاث إنه يصير الباتش ككل يقسم إلى عدة مجموعات أو غروبات بعد كذا الغروب الواحد يعين ليهم ليدر يتحدث بالنيابة عنهم طبعا يوزع عليهم السيناريوات السيناريوات تكون أحيانا يعني في بداية الأسبوع موزعينا عليكم أو معطينا لكم بـ E-Learning هو ويب سايت يعني إلى الكلية نفسه طبعا تطبعون السيناريو أو يوزعونه عليكم موزعون تقرون السيناريو أي مشاكل تحلونها بعد كذا تحلون الأسئلة عليها بعدين في دكاتر أصلا تشرف عليكم موجودين يقول لك الدكتور يقول لك لماذا اخترت هذا الجواب؟ تعلموا صح أو غلط ليش؟ تقدرون تقولون أنه يعني الدكتور برضو يعني يرد عليكم يقول لك أنه ليش صح أو ليش غلط تقدر تسأله لكن ماهو أثناء حلكم لا البروبلم نفسه طبعا يكون مكانة TPL عادة موجود بالقاعة نفسه أو بالباتش نفسه مثل ما أنتم قاعدين بس سلامة أنكم تغيرون الكراسي وتصيرون مجموعات جزاك الله خير جزاك الله خير أخوي هذا بالنسبة للتبع السمينار السمينار يعني هو من أهم يعني يعتبر قيمة ويأخذ تقريبا خمس درجات أو خمس بالمئة من من درجة البلوك يعتبر مهم وش فكرة السمينار أو السمينار عبارة عن أشياء السمينار عبارة عن محاضرة أو موضوع معين مقدم من قبل الطالب نفسه حقيقة التدريس أو طبعا بداية كل البلوك ينزل أسامة الطلاب اللي رح يقدمون السمينار السمينار أسبوعيا يبدأ من أسبوع الثاني أو الثالث من البلوك طبعا اللي هو الأغلب هذا الطبيعي أنه كل طالب رح يقدم سمينار واحد خلال السنة كاملة سمينار واحد فقط لما يجيك في الجدول مكتوب السمينار مو معناه أنه عرض واحد رح يقدم طالب واحد لا أحيانا يكون طالبين ثلاثة أحيانا إلى أربعة طلاب رح يقدم السمينار كيف الطريقة؟ لما تنزل بداية البلوك تنزل بداية البلوكات أو الأهداف اللي طبعا مطلوبة أنه مثلا ينزل عشر البلوكات لسمينار واحد كلنا نتكلم عن موضوع معين وموكلين لهن ونقول طالبين الطالبين فيما بينهم يفرقون الأهداف هالي بينهم وكل واحد يشتغل فيهم ما معنى يشتغل فيهم؟ يشتغل فيهم معناه يروح لبيت يبدأ يجهز يحب ذلك يكون فيه عرض لأنه لازم يجباري ترى العرض لازم يصير فيه بريزنتيشن ويشرف عليه حدد ديكاثر ويفضل تمام في حركة ممكن تسويها سواء أحد الطلاب ولكن يكلموها الدكاثر فيها أنه ما استعمل بريزنتيشن ما سوى عرض كتب هيدلاينز عنده في ورقة حطها على الطاولة وشال الوايت بورد وبدأ يكتب على الصبورة يعني شغل اللي هو ماركر شغل قديم بدون بريزنتيش سلبيات النقطة لأنك راح تبدأ تنسى مو طبعا زي الصور أو اللي راح طيب المعلومات التي تأخذها طبعا لازم تكون موثقة مو قضية أن أذهب إلى النت ويكفيديا المعلمية موقعي وكفيديا يلا يلا أحيانا ممكن أخذ معلومة بسيطة رقم معينة بأخذ ولكن المعتمد عندنا تعتمد على كتب محاضرات بكاترة بشكل هذا لما تخلص إن شاء الله من تسوي العرض حقك بشكل كامل مدعم بصور لو حصل لأن الصور ترمرة تفرق خاصة إن شاء الله في البلوك الأخير أنا واحد من الناس قمت بريزنتيشن كله صور ما في كلام كله صور لماذا؟ لأنه كنت أتكلم عن عن تشريح التشريح لا يحتاج إلى صور لكن الكلام كان بسيط ولكن لازم أن الطالب قدام يفهم فأنا بس بنوع على أهمية الصور في البلوك الأخير يقدرون النقطة هذه راح إن شاء الله تأخذون وينبهونكم عليها لا تكثر كلام نفس الشريحة العرضة الوحدة في شريحة العرضة الوحدة لا تكثر كلام في ماكسيموم ماكسيموم ست أسطر يكون بينهم سبيس ومو مو مو يعني أوكي ست أسطر خط صغير ثمانية لا خط يكون واضح عشان الطالب ما يتعب ويقرأ ولا يعني لا تحرص أبدا أنك تحط سلايد فيها كلام بدون صور حط صور صغيرة بس عشان عشان تشغل عشان تجتب انتباه الطالب طبعا هذا كفكرة كيف تفعل الطالبين أو الأربع طلاب أو الثلاث طلاب اللي راح يقدمون بترتيب الأهداف أو اتفاقهم بينهم بيقوم واحد ويبدأ يشرح شرح بالإنجليش طبعا يعني كل شيء بالإنجليش ما في والله شباب ترى فيه كده ومدريش وترى فيه اللي يبليد هذه العظمة الثانية لا لا كلش كلام سينتيفيك إنجليش يعني عشان ما تقد يحرجك على الدكاتر ولا شيء يعني وترى فيه برضو الدكاتر صح أنه هم أحيانا يفهمون عليك بالعربي بس لازم الإنجليش بار طيب أنا بس على أسافة الدكاتر أنه المعلومية أنت لما تقدم تقدم على غير الطلاب فيه من أثنين إلى أحيانا أربع أو خمس دكاترة بمختلف تخصات يعني لازم لازم تلقى عندك تكتور ما يفهم عربي أو ما يعرف عربي فبالتالي راح يحرجك كده على بلاطر وقعد تتكلم عربي راح يحرجك يقولي راح يطلب منك تكلم بالإنجليزي فليش اليحراج أصلا من البداية يعني طبعا هذا بالنسبة للبريزنتر أو المقدم خلاص لما السمينار نازل في كل بلوك عليه خمس درجات على كل الطلاب طبعا واحد من الناس مقدم السميناري في أول بلوك أو ثاني بلوك ما سيقوم بلوكات ما سيقوم بلوكات علي خمس درجات ما سيقوم بهم هنا تأتي نقطة الاختبار اللي يجب بعد السمينار ما بعد السمينار لما يخلصون بريزنترز راح يقومون الدكاترة راح يختارون طلاب غالبا يكون من واحد إلى عشرين أول عشرين طالب أو العشرين طالب اللي في النص أو الأخيرين ويختبرونهم الاختبار عبارة عن إيش عبارة عن الأهداف اللي وضعت للطلاب على شان يقدمون عرض له يعني ما في تواصل بين الطالب والدكتور على حط الأسئلة وشو راح نحط أسئلة وشو ما راح نحط أسئلة هنا نجي النقطة أن الطالب أنا كطالب راح أختبر لازم أكون مجهز للمعلومات يعني أنا ما أجي لا أروح للجامعة وأنا عندي عارف أن اليوم إن شاء الله بختبر السمينار ما أروح متوكلا أني الطالب اللي قدامي أو اللي بيعطيني كل المعلومات اللي لديها لا ممكن ينقص ممكن أصلا كثير صارت لم يمكن أخوي رياني يشوف أنه يسحب الطالب ما يجي فوش الحل أنا أحضر في عندي مثلا عشرة هداف صحيح أنه مقسم على لكن ممكن هم يغطونا بشكل كويس فأنا كطالب أروح وأبحث عن المعلومات بنفسي بحيث أجي مستعد إن شاء الله للاختبار اللي راح يكون على الهداف هذه بمو اعتمادا عن البرزينتوس عشان الاختبار هذا الاختبار بسيط إلى حد ما يعني تقريبا عشرة صيلة كأفريج كيف تحسب درجات السمينار أحيانا يخلونك كيا مثلا عشرة الاختبار عليه عشرة درجات إذا صار بلوك طويل عشرة راح تختبر ثلاث مرات يجمعوا لكيا ويقسموه لكيا يطلعوا لك الابرجة والمعدد في طريقة ثانية مثل بلوك الثالث كان قصير فكانوا حطينا مثلا خمسة وخمسة هو عبارة عن اختبار راح تختبر اثنين على أول خمسة وثاني خمسة يعني إن قصد الله يستر طبعا في النهاية لا تنسى إن الموضوع هذا كله عبارة عن خمس درجات يعني وإن قصد إن شاء الله ما راح تفرق ذات الزود طيب هل أنا هل راح اختبر ولا لا حتى البرزنتر إذا كان عليها الدور راح يختبر في النقطة بسيطة يعني هي ما فيه ما فيه نو شي يقولك لا ما ندين الحركة هذه زي نوع معانا أول بلوك اللي هي أنا قلتكم النظام أنه لازم أول عشرين السمنار الثاني العشرين اللي بعدهم اللي بعد العشرين اللي بعدهم يعني وعيد النظام هذا طبعا فيه نقطة مهمة أنه متى أول سمنار إن شاء الله في البلوك الثاني تدام من بلوك المان عنده الميطابوليزم طويلة لازم شوي كمان مضبط زي نوع بما أنه كان أول بلوك إنه اللي يريد يختبر الأصل إنه من العشرين اللي عليهم الاختبار أو الخمسة عشر أور بس إنه زيادة على كده اللي يريد يختبر من الشباب يجلس لا يطلع الحركة ذي زينوها معنا في أول ثاني بلوك ما زينوها معنا في البلوك الثالث زينوها معنا إلى حد ما في بلوك الأخير حلوة الحركة هذه حتى ممكن أنتم إن شاء الله إذا إذا حسيت أنه أودكم تساعدكم لأنه ترى كل ما زاد عدد اختباراتك كل ما قلت نسبة أن السؤالة واحدة يفرق معك في الدرجة فبدلا من أنه ينقصك 10% السؤالة الواحد ينقصك مثلا 5% 2% بشكل هذا فممكن أنتم تروحون إن شاء الله وتكلمونه في الموضوع هذا أول ومسؤول عن بلوك هذا السمينار بشكل بسيط فأنا دائما قلت أنه الطالب الواحد أنا كطالب أي سنة أولى يعني ثالث خلال السنة المفروض عليه سمينار واحد فقط كبريزنتر كبريزنتر رح أختبر إن شاء الله كل بلوك رح تختبر أقل شيء مرتين تقريبا أقل شيء فنهاية السنة يعني يقضون الطلاب فهو شاء بدون يزينوني بدون ينزوني على سامي عشوائيا غير كذا أنه ممكن أنت كشخص ما شاء الله يعني انتوزياستيك أو متحمس ممكن تروح للبلوك أرجنايزر و تقوله أنا بيقدم سمينار ما أتسب عليك على درجات والدكات يحطونه فوق روسهم يعني تحسن صورة خاصة إذا كنت طالب سنة أولى مرة يعني حلوة الحركة هذه إذا إن شاء الله شديت حياتك و سويت و خلص كل شيء حلوة أنك تأخذ أو البوردوين حقك وتودين حدد في نفس نفس الفيرد مثلاً قلية ما رح تأخذ فارما يعني قلية ما رح تأخذ فارما في وظائف الأعضاء تروح تأخذ الملف حقك أو تأخذ العرض حقك وتودين الدكتور علاقة كويس مع الطلاب ينفاك في النقطة هذه إنك تكون تكون عينك قوية لمن حد الدكاترا ناقشك قل له أنا الدكتور العرض هذا موري الدكتور فلاني ما لك حج عليك قضينا مدام الدكتور وفق لك عليه من هذا كفاية يشوفون الشوكين اللاحق طبعاً أنا أتكلم عن نقطة إذا كنت جايب من نت أما جايب من كتب أنا واحد من الناس يمكن أكثر واحد ما أدري إذا كنت صارت قول كذا أنا في سنة أولاً أقدم أربع سمينارات ولا السمينار خلي الدكتور يراجع إلا يمكن أول سمينار لي لأنه كان كله كميونيتي والكميونيتي ما له مرجع معين فكن لازم وديه الدكتور حتى لا والله عشان أتخريح معاكم ما وديته الدكتور ما وديت أبداً لأي دكتور يراجع لي السمينار بس الحمد لله ما في أي معلومة من النت ما في أي معلومة تجيبها من النت كلها من كتب الكتب لا أحد يبين نقشك إذا أحد قال لك شيء قل له على طور قل له إرجع لكتاب أفلاني لا تناقشني أنا عندك مثل راح نقش مؤلف أكتاب فإذا كنت إنسان علشان ترتاح نفسياً اعتمد على الكتب أنت هذا إنساه أنت هذا ممكن تستعمله في البيبي إلز ومو أي شيء في البيبي إل بس الكتب أنا أشعر أكثر من الكتب صراحة ظلم للمادة يعني كل الكتب ذكر يمكن لكم أخي عبدالله ذكركم كتب ما شاء الله يعني الكتب مرة حلوة الفورما ما يحتاج كتب المحاضرات ترجعوا له أما باقي المواد يعني مثلاً الباثولوجي يمسك روبينز روبينز هذا ما حاجك في شيء البايو كميسرين كان في شيء فيه زي ما قلنا الله فدايم تمسك بالكتب السمينارات دايم استخلصة المعلومات من كتب علشان ما أحد يحرجك أي واحد يعني لازم الدكتور لازم يحاول يحرجك كلنا تعرضنا المواقف مع الدكاثرة لازم رح يسألك سؤال يحاول يحرجك يتأكد أنك من معلومك لأنك واثق من معلومك لأنه ترى صارت عندنا في طلاب أنه ما شاء الله ما قصره راح أخذ يا أمي من البنات يا أمي من يا أمي من يا أمي من يا أمي يأخذون من سنوات راحة يا أمي صارت إلى درجة عندنا دكتور راح تشوفونه راح تعانونه منه في الفارما مورضة والله راديم استقعد الطالب علشان ما أخذنا جدوله وحاطوا السنة اللي فاته ما أخذنا جدول عادي كان فيه بينات عن الأدوية استقعده وقال ليش تأخذت جدول حكي جدول يعني بس أنه المقصد أنه عرضك لا يشتغل عليه هلا أنت اتعب عليه شوي وللمعلومية ترى لما تكلم عن عرضك لما تنزل اسمك مثلا عندي في البلوك مثلا لتسيي الموسكو سكلتر الموسكو سكلتر موضة 11 أسبوع موضة 11 أسبوع 2 أسبوع عندك تسعة لما ينزل اسمك في أول أسبوع أو ثاني أسبوع ماكسموم لا تجلسه السابع أسبوع أو الأسبوع ما قبل الاختبار عشان تحاطر السمينار غلط صحيح أنه لازم خاصا في الموسكولة جمع معلومات أول أسبوعين أو ثلاثة على معلومات بلوك بعدين رح يبحث لا تزنك نفسك بأخذ ثلاث أو أربع أيام والله عظيم رح تابع شو سأل واحد مجرد فهذا إن شاء الله كوشي إن شاء الله عن السمينار أو التبير يلزل اللي يشرح لكم الخير ريال وإن شاء الله نقل أفدناكم وشكرا سلام عليكم أتمنى أنكم تكون استمتعتوا بهذا المقطع أو بهذا الفقرة إذا فيه أي استفسار أي سؤال نحن نرحب فيه فيه أرقامنا ورقام جوالاتنا واضحة الآن أمامكم فيه ميلاتنا حياكم الله في وقت فيه أي نقطة ما فهمتها أي سؤال ترى شباب حياكم الله واللي حاب يتفرج على أي فقرة أخرى أو أي نقطة أخرى كل المقاطع ليه لينكات خاصة موجودة تحت وحياك الله في أي وقت وبتوفيك شكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة